مثل ضيف الشمس يضم بجعبته كل الألوان تلك هي كاركوك المحافظة التي تضم خليطا معقدا وشبه متجانس من العراقيين بمختلف قومياتهم وانتماءاتهم عربا وكردا وتركمانا وأشوريين وكلدان وسريان وأرمن وغيرهم ومن الصعب أن تكون إلا مدينة للجميع على الرغم من أن المادة 140 من الدستور العراقي التي وضعت عام 2005 ضمتها للمناطق المتنزع عليها ووضعت إدارتها مشاركة بين القوات الاتحادية وقوات البشمرقة الكردية أزمة تلو أخرى مرت بها تلك المدينة العراقية ابتدأت عام 2014 فرضت قوات البشمرقة سيطرتها على المدينة بعد أن دخل الجيش الاتحادي عن مواقع فيها بسبب اجتياح داعش الإرهابي في التاسع والعشرين من آب عام 2017 قرر مجلس محافظة كاركوك شمولها بالتصويت على استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق في السادسي عشر من تشرين الأول 2017 وضمن عملية فرض الأمن في كاركوك دخلت القوات العراقية مدينة كاركوك واستلمت الملف الأمني فيها وأنزلت علم الإقليم ورفعت العلم العراقي بعد انتخابات عام 2018 شهدت المحافظة أيضا فوضى واحتجاجات على النتائج الانتخابية حيث طالب أهالي المحافظة بإجراء العد والفرز اليدوي بسبب التزوير في النتائج إلا أن النتائج جاءت مطابقة رفع مجلس محافظة كاركوك وديوان الرقابة المالية الاتحادي شكوى على ريبوار طالباني المنتمي لحزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني بدعوى الإضرار بالمال العام في السادس والعشرين من كانون الأول أصدرت رئاسة محكمة استئناف كاركوك الاتحادية حكما غيابيا بالحبس لمدة ستة أشهر بحق رئيس مجلس المحافظة ريبوار طالباني أخفق مجلس محافظة كاركوك بإيقالة رئيس مجلسه ريبوار طالباني لعدم اكتمال النصاب القانوني أعاد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني رفع علم إقليم كردستان على مقاره في المحافظة وأثار رفع علم إقليم كردستان على مقار حزب الاتحاد الوطني الكردستاني غضبا سياسيا وسط تحذيرات من إثارة النعارات في المحافظة حيث حذر محافظ كاركوك راكان الجبوري من إثارة النعارات في المدينة دعياً الحكومة العراقية إلى إرسال تعزيزات عسكرية عاجلة من قوات الجيش العراقي إلى كاركوك لقطع الطريق أمام كل من تسوي له نفسه العبثة بأمن واستقرار المحافظة دعياً الأهالي إلى عدم الإنجرار للمشكلات كاركوك كيان واحد لا يمكن تقسيمه بالرغم من التناحر السياسي القائم بشأنها فهي لن تكون إلا تلك المدينة العراقية التي تضم جميع العراقيين دون استثناء